اشار معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى إلى أن النتائج المثمرة للمباحثات الثنائية التي جرت بين حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدأ حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بحضور سمو ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله تؤكد عمق العلاقات التاريخية والروابط الراسخة القائمة على الأخوة والمحبة والمودة بين المملكتين الشقيقتين وشعبيهما العزيزين وأكد الصالح أن نتائج الزيارة الأخوية تصب في الارتقاء بالمصالح المشتركة وتنهض بالإنجازات والنجاحات التي تتحقق على الأصعدة كافة في المملكتين وأشهد معالي رئيس مجلس الشورى بما تشهده المملكتان من نهضة وازدهار متواصل في شتى المجالات بفضل دعم ورعاية القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدأ رعاه الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أن استمرار الزيارات المتبادلة واللقاءات الثنائية بين قيادتي المملكتين الشقيقتين تفتح مسارات رحبة من التعاون الوثيق وترسخ التكمل والتنسيق للدفع نحو مزيد من النجاحات والإنجازات المشتركة وأوضح معاليه أن العلاقات البحرينية السعودية تعد نموذجا شامخا يجسد أسمى معاني التلاحم والمصير المشترك مثمنا الدور الرئيسي والفاعل الذي تقوم به المملكة الشقيقة في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة شكرا